أربعة مخصص خصم أوراق القبض أو ما يسمى بمخصص الأجيو مخصص خصم أوراق القبض هو عبارة عن الفرق بين القيمة الإسمية للأوراق التجارية أو أوراق القبض والقيمة الحالية لها في تاريخ إعداد القوائم المالية والسبب أننا في هذا التاريخ يكون مستحق لنا قيمة الأوراق التجارية ولكن القيمة الحالية فالقيمة الإسمية سوف تتحقق في المستقبل ومن ثم فإن هذه القيمة سوف تتحقق بعد فترة وإذا حسبنا القيمة الحالية لهذا المبلغ الآن أو في تاريخ إعداد القوائم المالية فإنه دائما يكون أقل من القيمة الإسمية لذلك يؤخذ الفرق بين القيمة الحالية والقيمة الإسمية للأوراق التجارية ويكون به مخصص يسمى بمخصص خصم أوراق القبض أو مخصص الأجيو وبنان عليه تظهر أوراق القبض ضمن الأصول في قائمة المركز المالي أو في الميزانية بالقيمة الإسمية لها ثم نخصم منها مخصص خصم أوراق القبض فتكون النتيجة هي القيمة الحالية لأوراق القبض أو القيمة التي يمكن تحصلها فعلا لأوراق القبض في تاريخ إعداد القوائم المالي ويحسب مخصص خصم أوراق القبض أو مخصص الأجيو من خلال المعادلة الآتية مخصص الأجيو يساوي القيمة الإسمية لأوراق القبض مضروبة في معدل خصم يتم استخدامه من قبل إدارة المنشأة عادة يكون هو معدل الفائدة السائد في البنوك مضروبا في المدة من تاريخ إعداد القوائم المالية حتى تاريخ استحقاق أوراق القبض ومن النحية المحاسبية فإن مخصص خصم أوراق القبض يعالج بنفس أسلوب معالجة مخصص الديون المشكوك فيها السابق إضاحه في هذا الفصل عند الحديث عن المدينين أو تحديدا الديون المشكوك في تحصلها من حيث تكوينه أول مرة ومن حيث زيادته أو تخفيضه لدينا على ذلك مثال صفحة 270 في 3012-22 كان رصيد حساب أوراق القبض في دفاتر منشأة السلطان التجارية 25 ألف ريال وتمثل أوراق تجارية تستحق في 1 أربعة أي بعد ثلاثة شهور أي أن المدة من تاريخ إعداد القوائم المالية حتى تاريخ استحقاق الأوراق التجارية هي مدة ثلاثة شهور وقررت المنشأة تكوين مخصص لخصم أوراق القبض بمعدل خصم قدره 12% سنويا أي نقسم الرقم على 12 شهر والمطلوب حساب المخصص ثم إثباته ثم تصوير حسابه في دفتر الأستاذ ثم إظهار الأثر على كل من حساب الأرباح والخسائر والميزانية نبدأ بالحل ألف حساب مخصص خصم أوراق القبض أو مخصص الأجيو هو يساوي القيمة الإسمية لأوراق القبض مضروبة في معدل الخصم المستخدم مضروبة في المدة من تاريخ إعداد القوائم المالية حتى تاريخ استحقاق أوراق القبض القيمة الإسمية كانت 25 ألف والمعدل تم الاتفاق على أن يكون 12 عالمية والمدة هي عبارة عن ثلاثة شهور مقصومة على 12 شهرا لأن المعدل سنوي القيمة تساوي 750 ريال وهو مخصص خصم أوراق القبض ولم يشر التمرين إلى وجود رصيد قديم للمخصص إذن هذا المخصص يتم تكوينه لأول مرة إذن في الخطوة الثانية قيد اليومية اللازم لإثبات مخصص خصم أوراق القبض حيث أنه لا يوجد رصيد قديم للمخصص فيتم عمل قيد تكوين المخصص لأول مرة والمخصص دائن ويظهر لأول مرة دائن وعند زياداته أيضا يكون دائن ويكون الطرف المدين هو حساب الأرباح والخسائر من حساب الأرباح والخسائر بمبلغ 750 إلى حساب مخصص خصم أوراق القبض يظهر دائن لأنه يعامل معاملة الخصوم وقدره 750 إثبات مخصص خصم أوراق القبض في تاريخ 3012-22 هجري المطلوب الثالث وهو تصوير حساب مخصص خصم أوراق القبض في دفتر الأستاذ يتم قسمة الحساب إلى جانبين جانب أيمن يمثل المدين والجانب الأيصر يمثل الدائن ثم يتم تقسيم كل جانب إلى ثلاثة أعمدة مبلغ وبيان وتاريخ في كل جانب يظهر المخصص دائن لأنه يظهر لأول مرة إذن يوم 3012 في الجانب الدائن يظهر مبلغ 750 من حساب الأرباح والخسائر يوم 3012-22 هجرية عند الترصيد يكون مجموع الجانبين الجانب الأكبر هو 750 تكتب في الجانبين ويكون لدينا رصيد قدره 750 في نهاية هذه الفترة في 3012-22 هذا الرصيد يظهر في الميزانية مخصوما من أوراق القبض بحيث نصل إلى القيمة الحالية لأوراق القبض المطلوب الأخير بيان الأثر على حساب الأرباح والخسائر والميزانية نكتب اسم المنشأة ثم حساب الأرباح والخسائر عن فترة معينة وهي سنة مالية منتهية في 3012-22 الجانب الأيمن المدين هو جانب يخصص للمصرفات والجانب الدائن يخصص للإيرادات وحيث أن المخصص يعالج كأنه تخفيض للأرباح أي أنه يعالج مثل المصرفات فيظهر ضمن جانب المصرفات مخصص خصم أوراق قبض بمبلغ 750 أما بالنسبة للميزانية فنقوم بكتابة اسم المنشأة ثم كتابة اسم القائمة وهي تعد في تاريخ معين وهو 3012-22 هجرية يظهر في الجانب الأيمن الأصول وفي الجانب الآخر الخصوم وحقوق الملكية يظهر ضمن الأصول المتدولة حساب لأوراق القبض بالقيمة الإسمية وقدره 25 ألف يخصم منه مخصص خصم أوراق القبض وقدره 750 إذن الصافي هو 24250 يمثل القيمة الحالية لأوراق القبض وهكذا دائما فإن كل المخصصات الخاصة بالأصول المتدولة تظهر مخصومة من حساب الأصل المرتبط بها في قائمة المركز المالي بحيث نصل إلى القيمة الصافية بعد خصم المخصص ترجمة نانسي قنقر